اشتركوا في القناة صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء صحة وسعادة برنامج نطرح فيه مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع وأيضا هي إحدى القنوات التي تفتحها هيئة الصحة بدبي للتواصل مع الجمهور لاستقبال ملاحظاتكم آراءكم وأيضا اقتراحاتكم لتطوير العمل الطبي بشكل عام والعمل الصحي كذلك في مرافق الهيئة أو في إمارة دبي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة عموما في هذا المرنامج مثل ما قلنا نحن نطرح مختلف الموضوعات الصحية والطبية اليوم عندنا موضوع جميل جدا وهو موضوع التجميل أصلا فبيكون معانا إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله الدكتور مروان الزرعوني نتكلم عن الكثير من المواضيع التي تخص عمليات التجميل فالليحاب يشارك معانا ممكن أن يتصل على رقم 600551414 هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا للساد عيسى سبيل وفي التنسيق معنا الأخ الفاضل فيصل بن فارس نبدأ حلقتنا من مجموعة من الأخبار أول أخبارنا اليوم إشادة أمريكية بمركز دبي للتبرع بالدم على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية الذي تتواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تفقد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهاية الصحة بدبي يوم أمس مركز دبي للتبرع بالدم رافقته في هذه الزيارة الدكتورة مريم ماركويس المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم الأمريكية التي أشادت بالمستوى الرفيع لمركز دبي للتبرع بالدم وأثنت على تجهيزاته الحديثة والمعايير العالمية التي يستند إليها وقدرات المركز الهائلة فيما يتعلق بمأمونية الدم وسلامته وتوفره بالكميات المطلوبة خاصة وأن المركز دبي الحاصل على الاعتماد الدولي منذ عام 2012 من الجمعية الأمريكية للبنوك الدم AABB كأول مركز على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعد مركز دبي للتبرع بالدم من المراكز المتميزة التي حققت منذ عام 2011 رقما قياسيا في التبرع الطوعي بالدم وصلت نسبته إلى 100% مطبقا بذلك التوصيات منظمة الصحة العالمية التي أعلنتها عام 2009 والتي تدعو البلدان إلى تحقيق نسبة 100% من تبرعات الدم التطوعية دون منقابل مادي بحلول عام 2020 ومثل ما نقول دائما هناك طرق الإحسان كثيرة في الحياة ممكن واحد يتبرع حقيقة بالمال للمحتاجين ممكن يتبرع بأشياء كثيرة لكن مثل التبرع بالدم أعتقد أن هذه قمة الإنسانية وإن شاء الله يا رب تكون في ميزان حسناتكم لكن تخيل أنت تتبرع بالدم لشخص أنت ما تعرفه ما تعرف شو جنسيته ما تعرف شو ديانته مجرد أن أخوك في الإنسانية فأعتقد هذه قمة الإنسانية وأيضا فيها تصحة أطلقت حملة كن الأول بالتبرع بالدم هذه بالتعاون مع نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو في هذه الحملة حقيقة فيها توعية بفوائد التبرع بالدم والأهداف التي تسعى لتحقيقها الهيئة من خلال هذه الحملة لرفع نسبة الوعي بأهمية التبرع بالدم فهذه دعوة للمشاركة بنك الدم يفتح أبوابه تماما من الساعة السابعة حتى من السابعة والنصف صباحا حتى السابعة مساءا موجود البنك في حرام مستشفى لطيفة من تدخلون المستشفى على الأطول على اليسار الثالث مبنى على اليمين بيكون فنتمنى أنكم أنتم تساهمون في هذا الموضوع عموما من الأخبار الثانية عندنا حضر الصابون المضاد للبكتيريا بالولايات المتحدة حضر مكتب إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA بيع الصابون المضاد للبكتيريا ومواد الاستحمام الخاصة بالجسم نظرا إلى أنها تحتوي على مكونات غير آمنة للاستخدام على المدى الطويل يدور الحديث هنا حول 19 نوع من المواد من بينها المواد المعروفة بأنها مضادة للبكتيريا وأساميها صعبة ما أقدر أقولها تريكلو سان وتريكلو كربان هذه أسامية يعني المختصين هم اللي يعرفون هذه البكتيريا عموما اختصر الحضر مبدئيا على الصابون وبعض مواد الاستحمام وبقية المواد اللازمة للتعقيم والمناديل المضادة للجراثيم خارج قائمة الحضر حتى الآن وقالت مديرة مركز تقييم الدواء والأبحاث الأمريكي جانيت وود كوك يعتقد العديد من المشترين أن الصابون المضادة للبكتيريا أكثر فعالية في التعامل مع انتشار البكتيريا بين الصابون العادي والماء ولكن لم يتم تلقي أي أدلة علمية حول هذا الموضوع حتى أن بعض هذه المواد في الواقع قد تكون ضارة للجسم والله سامحت يا جانيت حينما ما أدري هذه دراسة من الـ FDA يعني هذه أعلى منظمة يعني الواحد ممكن يستقي منها المعلومات الأكيدة العلمية وهي تقول أن الصابون المضاد للبكتيريا هذا ممكن يكون ضارة للجسم أكثر من فايدته عموما قالت ما في أدلة ننتظر الواحد شو ممكن يسوي غير أن ينتظر هذه الدراسات وهذه النتائج وبالفعل مدام أن هناك دراسة تقول بهذا الشكل فأعتقد هي معتمدة اعتماد كلية على البحث العلمي وعلى ضوها سوف يتم إعلان هذه النتائج وإن شاء الله سوف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لكن أنا واحد من الناس اللي مع التعقيم دائما أحب التعقيم وأنصح الناس أنهم يعقمون أذكر كنت أتكلم مرة في حسابي في الأسلامتات عن موضوع التعقيم أسمي أسطر شو لي رسائل أنت وسواسي وأنت فيك ومبزين شي سوي وهذا قلت لما أجمعت الخير هي القضية ليس قضية أن الواحد عنده وسواس النظافة الزايدة لا هي قضية أنه هناك يعني بعض الممارسات التي تقي نفسك منها من أنك أنت يعني تمرط أو يجيك فيروس أو يجيك بكتيريا لا فيه ممارسات لازم تسويها غسل اليدين ووايد شغلة مهمة وفيه طريقة لغسل اليدين بشكل صحي تعقيم كذا فيه أماكن معينة هذه الأماكن يجب أن ننتبه لها ممكن أن تنقل الأمراض لك فهي أن المسألة الواحد يعي شو في حواليه ويحاول قدر الإمكان أن يعتني بنظافة الشخصية عموما مثل ما قلنا لكم نحن بعد الفاصل ما نفتح موضوع جراحة التجميل والحروق في مستشفى راشد في عندهم شيديدة في قسم 23 في مستشفى راشد ما نتعرف عليها من خلال ضيفنا في الستوديو واللي بيكون معنا بعد الفاصل الدكتور مروان الزرعوني رئيس وحدة جراحة التجميل والحروق في مستشفى راشد موضوع جميل موضوع شيق أنصحكم تتابعونا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى بسم الله الكرام حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة تعرفون ليش نقولها شي صحة وسعادة لأنني أسجي يقول السلام عليكم بالبركة محمود يأس تقدم البث المباشر البث المباشر ما شاء الله باب عمر رد من نجاست وكان قبل البرنامج هو لي يقدم الحلقة عموما برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين أنجزت هيئة الصحة بدبي أعمال التحديث الاستثنائية للقسم 23 في مستشفى راشد بعد التطوير الشامل للقسم ليكون أحد أهم الوحدات المتخصصة الفريدة من نوعها وتجهيزاتها في علاج الحروق والجراحة التجميلية في المنطقة للحديث عن هذا القسم وخدماته وتجهيزاته والتحديثات الجديدة التي شاهدها القسم مؤخرا يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور مرموان الزرعوني رئيس وحدة جراحة التجميل والحروق بمستشفى راشد حياك الله معانا الدكتور الله يحييك دكتور بداية عطنا فكرة عامة عن القسم والخدمات اللي يقدمها القسم 23 للمرضى بشكل عام قسم 23 هالقسم كان متواجد من فترة طويلة من سنين لكن الفترة الأخيرة مع التطور اللي قاعد نشوفه في دبي والحاجة اللي موجودة من الناس الأسباب مختلفة تصيبهم الحروق هاي ففكرنا في تطوير القسم وبدأنا التطوير هذا قبل تقريبا أربع خمسة شهور عن طريق زيادة عدد الدكاتور اللي متواجدين في القسم زيادة عدد الممرضات ونفس الوقت طورنا في القسم غيرنا من كل شيء من الأرضيات من الجدران من الأسرة جبنا أحسن وأجود أنواع الأسرة ونفس الوقت غيرنا system الفنتيليشن أو الهوى اللي قاعد يمر في القسم هذا أساساً القسم يكون معزول عن المستشفى بطريقة أن أي مريض يدخل المريض يكون عادة مناعة ضعيفة وهو اللي يستقبل البكتيريا اللي موجودة في الجو وعلى أساسه يمرض أكثر فنحن أول ما ندخل المريض لازم نحافظ عليه والحفاظ يكون عن طريق التنظيف عن طريق الهوى اللي يمر في القسم فغيرنا system الفنتيليشن في القسم على أساس أنه يكون فيه هو إيجابي موجود في القسم فأي بكتيريا أي شيء موجود داخل القسم يطلع على برع ونفس الوقت بأجهزة خاصة ندخل اللي هو السليم النظيف اللي ما فيه أي ميكروبات تدخل القسم فالحركة هاي اللي تتم تساعد في التخلص من الجراثيم اللي موجودة وبهذه الطريقة المريض ما يصيبه أي مشاكل صحية ونفس الوقت أضفنا خدمات ثانية مثل شيء نحن نسميه الهايدروثيرابي الهايدروثيرابي هاي النوع من الأجهزة اللي نخلي المريض يرقد فيها وعن طريق الووتر جيت اللي هو ضغط المياه أن نظف المريض بطريقة أن نشيل كل الشوائب كل الأماكن المحروقة أن نظفها فنرد ونقول أن نعقم المريض على أساس أنه يتخلص من البكتيريا أو الشوائب اللي موجودة وبهذه الطريقة يسرع من عملية التآم الجرح ونفس الوقت أضفنا قسم متكامل للعمليات تابع فقط لقسم الحروق وهال القسم اليديد هذا بكل أجهزة بكل الدكاتر اللي موجودين متخصصين فقط حق الحروق وهال القسم بيكون متوفر 24 ساعة يعني حتى إذا حالات نص اللي توصل لنا غرفة العمليات متوفرة على طول هذا يساعدنا في أن نقدم الخدمة السريعة للمريض بدون الحاجة للانتظار لأي سبب مثلا زحمة في غرفة العمليات في المستشفى أو في الطوارئ لا على طول المريض يدخل عندنا ونبدأ نعالجه بأسرع وقت وهذا يسرع في عملية التخلص من المشاكل الجلدية بعد الحروق ونفس الوقت يساعد في سرعة الالتآم ونفس الوقت نحن تواصلنا مع الشركات العالمية اللي موجودة على أساس أنهم يعطونا أجود أنواع الغيار اللي موجود اللي يساعد في التآم الجرح بعد التنظيف في أنواع مختلفة اللي موجودة في السوق ولكن نحن نحاول أن نختار أجودهم على أساس أولا يساعدنا في أن نغير المريض بس مرة كل ثلاث أربع تأيام على أساس أن المريض إذا غيرناه كل يوم يحس بآلام بتعب ونفس الوقت مجهود كبير حق الطاقم الطبي أو الممرضات اللي موجودين أنهم يغيرون له فبهالطريقة بهالنوع نغير له مرة كل ثلاث أربع تأيام وهذا يهدي من تهيج المكان مع التغيير المستمر ففي النهاية يؤدي إلى التآمل الجرح بالطريقة السريعة جميل الدكتور قبل أن أتوجد السؤال للقادم الخاص بأبرز الخدمات اللي يقدمها القسم والعمليات خذني بس أذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا يمكنكم الاتصال معنا عبر الهاتف على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على رقم 4006 4006 دكتور شو هي الحالات اللي يعالجها القسم أنت ذكرت الحروق نحن نعرف أن عمليات التجميل فيها وائد مجالات الآن مستشفى راشد شو اللي يقدم من عمليات المرضى نحن كوحدة جراحة التجميل والحروق نقدم خدمات مختلفة منها اللي هي الخدمات التجميلية خدمات الترميمية والحروق اتكلمنا نحن عن الحروق الترميمية خلنا نقول اللي هي الناس اللي يون بعد حادث بعد سقوط حروق التشوهات خلقية من الولادة فنحاول أن نرمم المكان بطريقة أن المريض بقدر المستطاع يرجع لحياة الطبيعية نعيد ترميم مثلا أجزاء مختلفة من الجسم عن طريق استخدام خلايا الجسم الطبيعية اللي موجودة عند المريض أو أن نعيد تشكيل نفس الخلايا اللي موجودة ونرجع الشكل الطبيعي وعننا الخدمة الثالثة والأخيرة اللي هي العمليات التجميلية اللي نحن نقول العمليات التجميلية البحتة اللي هي الفترة الأخيرة من كم سنة المرضى يطلبون لأن الحاجة موجودة لأسباب مختلفة ممكن تكون أسباب نفسية ممكن تكون أسباب لعلاقة بالدوام لعلاقة بالزوج أو الزوجة يعني كل واحد يطلب شيء من الطرف الآخر أو احتياجات شخصية أن الشخص يشوف أن الحاجة موجودة فنجري كل العمليات التجميلية تقريبا اللي نسمع عنها اللي موجودة في القطاع الخاص نسويها في القطاع الحكومي أكثر عمليات سويتوها في القسم عندكم دكتور شو كانت؟ الفترة الأخيرة نحن نسوي أكثر شيء عمليات الناس اللي وزنهم زاد وبعدين نسوي قص معدة ربط معدة تغيير المجرى المعدة فالجلل هذا يترهل؟ ترهل فضيع في الجسم كامل فنحاول أن نشيل هالترهلات هاي الموجودة على مراحل ونفس الوقت نعيد تشكيل المكان ونخفف من الآثار بقدر المستطع على طاري الجلد والترهلات أتذكر دكتور أنت كانت عندك كان عندك شيء مسجل باسمك كاختراع في هذا المجال ترميم الجلد أو استخدام الجلد صحيح في 2013 أنا كان في حاجة لترميم البطن المرضى كانوا يأيين عندهم حادث سيارة أو سقوط والأحشاء تكون ظاهرة أو ضعف كبير في البطن وما يقدرون يرممونه وما يقدرون يسكرونه لأن الحاجة كانت موجودة فالحاجة أم الاختراع ففكرت يعني شو الطريقة اللي ممكن أسويها أني أعيد بناء وترميم المكان أني أستخدم المواد اللي موجودة عند المريض بدون الرجوع إلى المواد الاصطناعية لأن عادة المواد الاصطناعية تصير لهم مشاكل أما في البداية أو على المدى الطويل ونفس الوقت المواد هاي أحيانا الجسم ما يتقبلها وأحيانا المواد هاي تكون غالية أو من الناحية الدينية ما نقدر نستخدمها لأن المواد هاي تكون ما أخذينا مثلا من خلنا نقول حيوانات مو بالمفروض نحن نأخذ منها خنزير مثلا مثل الخنزير مثلا ففكرت أني أخذ من الجسم المريض نفسه أستغل الجلد والألياف اللي موجودة فسويت بطريقة أني غيرت اتجاه الخلايا هاي وأعدت بناء طبقات الجلد كلها والمريض يطلع من المستشفى بعد ثلاثة سابيع من إجراء العملية هاي جميل طيب دكتور الحين بما أننا نحن فتحنا موضوع عمليات التجميل لتقفض المرنامج سؤال قلت لك هذا بديت أتجاه وقلت بسألك عليه وقلت لسه العادي الآن عمليات التجميل حلال أم حرام سؤال حلو أنا مفتي صح ولكن من وجهة نظري من الناحية العلمية قاعد أكلمك ما أقدر أقولك هو حلال أو حرام لأنه يعتمد على هل الحاجة موجودة أو لا الحاجة ممكن هي سبت مثلا مشاكل نفسية مشاكل خلقية مثلا مؤثر على حياتها الزوجية فإذا الحاجة موجودة بدون تغيير تغيير كامل للمنطقة هاي وإعادة بناءه أن يكون بشكل مقبول وطبيعي أنا أعتبره حلال ولكن إذا الواحد بدأ يغير في أساس الأعضاء الموجودة في الجسم أن التكبير مفرط استخدام مواد غريبة وبعدين الشكل ما يكون متناسق مع بعض لأن جسم الإنسان فيه نوع من التوازن صحيح التوازن هذا إذا صار فيه خلل عمرك ما تقدر تراجع مرة ثانية فيفضل أن إذا تبوي تحسن مو بتغير إذا تبوي تحسن تحسن بأشياء بسيطة أن يرجع الثقة في نفسك وما تغير المضمون مجرد الشغل الخارجي بطريقة بسيطة أنك حاسب ثقة سوري دكتور أحيانا نشوف بعض الأشخاص يعني حصل برطم ما أدري ما تدلي شذا يعني وايد المشكلة يبالغون في هالموضوع لأن الإعلام أحيانا اسمحني أذكر هالموضوع لأن الإعلام أحيانا يشجع هالموضوع طيب بقطع كلامك بالخير دكتور ما أخذ أبو ندا وبطلع فاصل تفضل يا أبو ندا واختصر لي بارك الله فيك السلام عليكم دكتور السلام عليكم السلام أقول طال عمرك عند خشم من داخل العظم شوية من حرف نعم وهو أنا أحيانا أحصل مضايقة في تنفس يعني هل يعني جائز لعملية أو شنو يعني العظم من حرف شوية من داخل العظم يعني في الخشم يعني سؤال واضح سؤال واضح زاك الله خير يا أبو ندا شكرا على المداخلة طيب نجاوب أبو ندا ونطلع فاصل ولا نطلع فاصل نجاوب أبو ندا الحراف الموجود في العظم عادة أن يكون أما بسبة حادث أو سقوط أو ضربة أو في حالات بسيطة تكون تشوهات خلقية فعادة في هالنوع من المشاكل لازم نعيد كسر العظمة هاي على أساس أنه نفتح مجرى التنفس لأن في منهم يكون عندهم الانحراف لكن مباين من بره أن الحراف يكون في ضيق في التنفس صحيح فهذا نحاول أن نكسر العظمة مرة ثانية على أساس أنه نسحبه على بره ويعطي إعادة تشكيل أو ترميم وهذا جراحين التجميل يسوونه معه أحيانا دكاتة أنف وذنحنجرة جميل لكن دكتور أحيانا يمكن يكون فيه انحراف لكن واحد ما يستاذى منه ليش يسوي العملية؟ يعتمد على نسبة الانحراف إذا ما نغير من شكل الأنف من بره أنا أشوف ومم الذنة وايد من ناحية التنفس أشوف ممكن يتغاضع عنه ولكن إذا فيه انحراف واضح في الخارج ومؤثر على التنفس يفضل أن يجري العملية هاي طيب دكتور فيه أسئلة كثيرة ما نتطرق لها من خلال هذا الحوار الشيخ بعد الفاصل مستمعين نكون على التواصل مع الدكتور مروان زرعوني رئيس وحدة جراحة التجميل والحروق بمستشفى راشد وأيضاً اللي حاب يشاركنا على الرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسال نصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في حلقة يا جماعة خلونا نقدم البرنامج في تكملة برنامجنا من صحة وسعادة واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للألام في عنا مداخلة طيب خلونا بس أذكر المستمعين بأن معانا الدكتور مروان الزرعوني رئيس وحدة جراحة التجميل والحروق بمستشفى راشد وموضوعنا اليوم نتحدث فيه عن جراحة التجميل والحروق بمستشفى راشد وجراحة التجميل بشكل عام في عنا مداخلة من نو ألو 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 السلام عليكم كم السلام رحت الله تعرف عليك وسؤالك مبارك الله فيك بغيت أسأل دكتور فضل يا سينا أنا عندي نفس الشخص اللي اتصلك اللي عندي انحراف الخشم وعملي 58 عندي يعني يعني نظر ما تقول يقول ألو ألو شخير يعني زي من جراحة التنفس وحتى من الصوت يبين الحين دكتور في مشكلة هي صح؟ صح ما تعرفني عليك من معاي إسماعيل إسماعيل إياك إسماعيل طيب إسماعيل شو 58 طيب سؤالك بالتحديد الحين شو هو بالضبط عشان آآ طب ظبطي هو هل ممكن جراع عملية في الوقت الحالي هذا بينما كنت أنا يعني مسافر وأستود لي شوية أزمة لكن الحمد لله أطراط منها يعني طيب طيب شكراً يا إسماعيل شكراً 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 نجاوب على إسماعيل بخصوص إسماعيل من الصوت مثل ما ذكرت تحس أن المريض مُقادر يتنفس عدلة مُقادر يتكلم ويأخذ نصغ نفس الوقت فهذا معناه أن الانحراف اللي عنده انحراف كبير عادتاً هالانحراف ما يكون من العظم نفسه يكون من الغضروف نحن نسميه الفومر الشاي للأنف ونفس الوقت أحياناً يكون عندهم لحمية أو بوليبس تكون موجودة داخل الأنف أو خلف الأنف أنا أنصح أول شيء لازم نسوي يروح عند طبيب أنف وذن حنجرة بالضبط على أساس أنه يشوف داخل الأنف نفسه في هالبوليبس أو الأجياس هاي موجودة أو لا إذا موجودة لازم يشيلهم دكتور أنف وذن حنجرة وعلى حسب إذا موجود في أمام الأنف أو خلف الأنف ونفس الوقت إذا فيه انحراف في الغضروف الانحراف هذا عادة طبيب أنفذ أنحن نجرأ هو اللي يشيله ويرجعه للمكان السليم الأشياء الثانية نحن نسويها ممتاز دكتور نرجع للحديث عن عمليات التجميلية تورا نحن تكلمنا قبل الفاصل يعني في بشكل سريع بشكل عام لكن أبغي أسأل الآن ما هي المعايير التي تستدعي أني أنا أسوي عملية تجميل يعني خلني أقول عنده المريض وعنده الطبيب الطبيب أنا ما أتكلم عن الناحية التجارية لأنه فيه ناس يعني ما أخذين الموضوع تجاري وايد صحيح هو يعتمد على المعايير يعتمد على ممكن تكون معايير نفسية وممكن تكون معايير صحية زي خلنا نقول من الناحية النفسية عندك إذا المريض يشوف عمره أو تشوف عمرها عمرها أنه فيه تشوه أو تغيير أو ترخل أو أن الحجم عنده أصغر من اللي تشوفه في الطبيعة أو أنه مثلا ريلها أو الريال يشوف عنده حرمته أو وحده تشوف ربيعاتها بهذه الطريقة هذا العامل النفسي أو خلنا نقول الإعلام أو الموضة عن طريق الإعلام يقولون أنه الموضة اليوم أنه لازم يكون أكبر أو الموضة أصغر فهذا هو العامل النفسي لكن العامل العلمي أو الحاجة اللي موجودة صحيح أو الصحيح هذا ممكن يكون مثلا الشخص تعرض لاستئصال مثلا خلايا سرطانية خلنا نقول من الصدر يحتاج لعادة بناء وترميم وأنه نخلي حجمه طبيعي وشكل طبيعي أو أن المريض تعرض لحاجة سيارة أو حروق أو شيء كذي فهذا يساعد على أن نرجع ثقته في نفسه ونفس الوقت نرجعه للشكل الطبيعي يعني هناك حاجة صحية لكن الأغلب هي حاجات نفسية تصور خلنا نقول أكثر من ثمانين بنمية حاجات نفسية طيب دكتور على طار الحاجات النفسية بما أن ثمانين بنمية حاجات نفسية خلنا نتكلم على الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها المريض من عمليات التجميلية توراب هل يوجد آثار جانبية لبعض عمليات التجميل قد تكون خطيرة على حياة المريض نفسه؟ الآثار ممكن تكون خطيرة وممكنها تكون آثار بسيطة يعتمد على الحالة الصحية للمريض قبل العملية نحن لازم نقيم كجراح تجميل لازم نقيم حالة المريضة والمريضة هل هي تقدر تسوي تحت بنج كامل تحت بنج موضعي تتحمل البنج تتحمل إجراء هالنوع من العمليات ممكن يكون عندها مشاكل صحية ثانية مثل السكر أو الضغط أو مشاكل في القلب أو في الرئة وهال من المشاكل الأساسية اللي ممكن تؤدي لمشاكل صحية عقب العملية أو أحيانا خلال العملية فيفضل نتأكد من الصحة العامة للمريضة قبل ما نجري هالعملية لأن في النهاية مثل ما ذكرت هالعمليات مثل كماليات فأغلب الأحيان لأن العامل النفسي مو بضرورة أن هي محتاجة العملية هاي فهاي عادة تكون كمالية فيفضل أن الدكتور يكون صادق في فحصة صادق في إبداء رأيه حتى إذا المريضة مصرّة أن تجري العملية هاي فلاساً من الدكتور يبدأ رأيه بالطريقة علمية صحيح هل المريضة هاي محتاجة أو مو محتاجة ما يشوفها من الناحية المادية التجارية صحيح أو إنه من ناحية الإعلامية لا يشوف إلا المريضة محتاجة أو لا لأن في النهاية إذا الحاجة مو موجودة وأجر العملية بطريقة تغير الشكل كامل المريضة عمرها ما بتقتدع لأن القناعة ما كانت موجودة في البداية فما بتحصل قناعة عقب العملية صحيح فبتستمر فبنحصل نوعين من المرضى النوع اللي بيكونون مبراضين وبيحاولون إنهم يردون حق نفس الدكتور أو الدكتور الثاني على أساس أنه يعدلون لما يصلون للقناعة أو النوع الثاني يكون الإدمان والله كانت عندي حالة يعني وايد تشوهت من عمليات التجميل سوّت العمليات هذا أيام أول هبّت العمليات هاي دكتور في تسعينات أو أوهر الثمانينات يمكن ما يتذكر بس عموة خلنا أخذ هذه المداخلة من طارق وأقول لك قصتها يمكن تعرفها بعد المريضة مرحب أخوي طارق السلام عليكم يا هلا تفضل يا سيدي أنا عندي سؤال أول شيء أبغي أعرف الأماكن يعني اللي تكون في الجسم إذاك عرضت إلى جروح أو أشياء هذي في أماكن يعني ممكن يلتأم الجرح وفي أماكن يظل يعني ع طول العمر السؤال الثاني يعني أدنى طفلي تقريبا في العشر سنوات يعني صار له شج في الجبهة عمير أوكي الحين يبعتها يعني فترة قريبة فأبغي أعرف هذا الشيء بيتم يعني طول عمرها والله يحتاج إلى عملية وإذا كملة عملية ممكن يرجع يعني كل شيء ما يبين له أثار ومشكورين شكرا يا طارق شكرا أولا بخصوص الجروح اللي يتكلم عنها يعتمد على منطقة الجروح إذا الجرح موجود في أماكن نحن نسميه اللي هو أماكن الضغط مثلا أسفل القدم أسفل الظهر هل أماكن عادة تصير تقرحات بسبة الضغط على المنطقة هاي وأنه منطقة فيها منطقة عظمية ونسبة الجلد اللي موجود تحته يكون شيء بسيط والدهون بسيطة ففي النهاية تتكون الجروح هاي فيفضل عشان نقدر نعالج الجروح هاي أولا نستخدم أنواع خاصة من الغيار أنواع خاصة من المواد اللي تساعد في تسريع تسرع عملية الالتآم والعامل الأهم من كل هذا أن عامل الضغط أنه ما يكون فيه أي ضغط على المنطقة هاي على أساس أنه يساعد فيه جريان الدم للمنطقة ويصير الالتآم اللي نحن حابين نشوفه وبخصوص السؤال الثاني الأثر بنتك الله يحفظها بخصوص الأثر اللي علويهها لأن المشكلة هاي صارت من فترة جريبة مثل ما أنت ذكرت نحن عادة ما نسوي أي شيء من ناحية تعديل أو ترميم حق المكان مجرد أنه ننصح أنه ما تتعرض للشمس لفترة أحيانا نقول شهر وأحيانا نقول لثلاثة شهور أنه ما تعرض هاي المنطقة بس للشمس على أساس أنه المكان يكون متهيج بعد الحادث وبعد الخياطة فالتهيج هذا ما تعرضه للشمس يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد هي الفكرة دكتور يعني هذه ممكن تسبب ندبة مدى الحياة بالنسبة لها صحيح الندبة هاي نحن بعد ثلاثة شهور من الحادث نقيم حالته نشوف إذا الندبة هاي نقدر نعدلها أو لا إذا الندبة وسيعة ممكن أن نضوق لها شوية على أساس أن الأثر ما يبين يكون أثر بسيط جدا وإذا فيه تصبغات ممكن نعالجها بالليزر أو بالكريمات على أساس أنه نفتح اللون جميل فيه رسالة يمكن ما لا علاقة وايد بموضوع الحلقة اليوم أنا بقراها وبخلي فيصل يتابعها إن شاء الله تحت الهواء السلام عليكم أنا شخص رجال من سيشفة راشد حق عملية القص وقالولي عندك جرثومة في المعدة أنا وزني زايد وأعاني من مشكلة الخراج كل سبوع أسوي جراحة وأنا بقص المعدة وزني 130 كيلو أنا ممكن هذا مبتخصصي لكن أنا من المجموعة نتابع هالنوع ونقيم هالنوع من الحالات عادة يوم يكون فيه جراثيم في المعدة ما يسوون العملية لأن خلال العملية هم يقصون المعدة فإذا فيه جراثيم في المعدة الجراثيم هاي تطلع وتأدي إلى مضاعفات كبيرة ما تتخيلها فأول شيء تأكدون أن الجراثيم هاي مم موجودة ويعالجونها قبل العملية قبل ما يقصون جميل أسعارها ما ندري شو تقييم كنت للموضوعها أولا نحن أول ما بدينا بالخدمة هاي قبل كم من سنة لأن شفنا الحاجة زادة خلنا نقارن الأسعار ما بين الحكومي والخاص خلنا نقول نحن تقريبا ربع أو ثلث الخاص زين لها السبب نحن فترة الانتظار عندنا ما بأقل عن ثلاثة شهور صحيح ولكن المشكلة عندنا ما نقدر نعطي الأولويات حق هالنوع من العمليات لأن نحن الأولويات عندنا اللي هي الحروق صحيح والناس اللي يوني بسببت الحوادث صحيح على أساس أن نعيد ترميم الأمكان لأن هذا حاجته أكبر صحيح صحيح فنحن نعطي الفرصة حق هالنوع شريحة من الناس على أساس أن نقدم لهم هالنوع من الخدمات ولكن مب بالضرورة أن نسولهم العملية على حسب الموعد اللي قدمناه لهم إياه لأن الأولوية مب لهم ولكن مع ذلك لأن الأسعار عندنا قليلة مقارنة بالقطاع الخاص والخدمات وجودة الخدمات عالية فالناس تفضل أن تتريه حتى إذا يتريون الشهور وحتى إذا موعدهم تكنسل يردون يأخذون موعد ثاني صحيح عساس أنهم يتمون على لسة الانتظار لإجراء العملية بالضبط وأيضا هناك بعض الأخلاقيات التي يجب أن يعني يراعيها طبيب التجميل في عمليات الفحص وعمليات إجراء التشخيص للمريض أنا بتكلم عن هذا بس خلني هذه رسالة وايد مهمة لأحد الأشخاص يسأل عنها يقول احترقت ابنتي منذ خمس شهور ويجريت لها عملية ترقيع في يدها لكن وجهها يحتاج إلى التجميل والدكتور قال عندما يصل عمرها عشر سنوات وعمرها الآن سنتين وثمانية شهور هل كلام الدكتور صحيح؟ كلام صحيح ممكن نقول صحة وخطأ نفس الوقت صحيح أن من ناحية أن الحادث مستوى من الشهور فلازم نتريع مبأقل عن تقريبا ست الشهور على اساس أن نشوف النتيجة النهائية على اساس أن نقدر نقيم ونشوف شو الحاجة اللي موجودة ونفس الوقت غلط من ناحية إعادة الترميم يفضل أن نسويه قبل فترة المدارس لأن الطفلة هاي عمرها سنتين فبعد ما بدت بالمدارس نفسيا ممكن تتأثر فنفسيا بتتأثر فيفضل أن نبدأ قبل ما تبدأ اللي هي عمر الخمسة أو ست سنين تبدأ بالحضانة والمدرسة يفضل أن نسويه قبل ولكن المشكلة في بعض الحالات دكتور يعني صعب أن تسويها لأن عمرها سنتين صعب أحيانا نسويها لأن أحيانا تحتاج أجهزة خاصة بطريقة معينة العمر ما يساعدنا أن نجري هالنوع من العمليات فهم يقولون أن عمرها يكون عشر سنين عساس أن نقدر نتعامل وياها بطريقة أفضل يعني قريبة من البالغة من ناحية الجسمانية أن أسهل حق الجراح أن نتعامل وياها ولكن من ناحية نفسية يفضل أن نسويه قبل شو الأضمن؟ الأضمن عقب ولكن أنا أفضل قبل إذا صحة المريضة يسمح لها إذا بس سويا عند دكتور مروان أنا أقول لك أنا أفضل قبل بعد بس سويا عند حد ثاني الله العالم عشي أكيد إزاك الله خير دكتور كنا نتكلم على موضوع الأسعار وأيضا أنا قاطعت كنا نتكلم في نقطة خاصة قلت لك بس خلني أقرأ هذا السؤال نسيت والله دكتور تكلمنا في مواضيع عموماً في وايد موضوع أخلاقيات طبيب التجميل صحيح الواحد كيف يعرف أن هذا الطبيب لا يتعدى الأخلاقيات المفروض أن يسويها كطبيب تجميل؟ أنا أفضل أول شي قبل إجراء العملية المريضة تحدد هالعملية هي محتاجت لنا أو لا وبعدين عندهم الانترنت الانترنت موجود ممكن تسأل أي سؤال بالنت وتحصل الأجوبة الموجودة وبعدين تبدأ تسأل الدكاتور الموجودة ممكن في القطاع الخاص أو قطاع الحكومي وتقارن الأجوبة إذا شافت فيه تقارب في الأجوبة هم معناه أن المعلومة هي صحيحة لكن إذا شافت فيه تضارب في الأجوبة هم معناه أن واحد منهم قاعد يحاول يتلاعب عليها فعلى هالأساس تقدر تعرف أن الدكتور هذا للأسف ما له أي أخلاقيات ويشوف من الناحية المادية جميل من بين النصائح التي توجهون للراغبين بإجراء عملية تجميل غير العلاجية أولاً نحن نحاول نتفادئ نوع من المرضى لأنه صعب أن نوصل للكمال أن نقنعها حتى إذا سونا العملية أنها تكون مقتنعة نقنعها أو نقنعها أو عادة أن يكونون الحريم أوكي يعني أنا ما عندي أي شي ضد الحريم لأن الحريم هم أساس المجتمع ولكن الأسئلة هاي تكون متوجهة نحن دكتور نحن نبغي نشوف الحرمة حلوة نبغي نشوف الزوجة حلوة نبغي نشوف يعني معدنها حلو يا الله عمرها ما بتتم نفس الشكل طول العمر الله علي مثل الريال الريال بعد عمره ما بيتم حليه طول العمر بيشوب شعره بيطيه الرجل بمعاني صحيح فمعدنها حلو ترتاح لها ففي النهاية مثل ما أنت قلت بعد أن الريال هو اللي قاعد يضغط على المرأة لكن مو بدوم الريال أحيانا تكون الصديقة أحيانا تكون الزميلة في العمل أحيانا تكون الموضة فلازم نشوف هل هي محتاجة هاي شيء أو لا فنحن نحاول أن نوجهها ودائما في القطاع الحكومي ما نشوف المريضة من ناحية المادية نشوفها من ناحية العلاجية فنقولها إذا هي محتاجة نقولها محتاجة هالأمور إذا مو محتاجة نقولها لا حاول أن تتفادينا النوع من العمليات الآن دكتور أحيانا في بعض الممارسات التي تكون جيدة للحفاظ على نظارة نظارة الوجه يعني أخر موضوع أنه ظهور علامات الكبر على الشخص هل هذه أمور جيدة الواحد يسويها أو لا هالكلام صحيح نعم في مثلا في نوع من الكريمات كمرطبات بغض النظر عن نوع المرطب الواحد لازم يستخدم مرطبات واقع ضد الشمس على أساس أنه يحافظ على ملمس الجلد ونظارة الجلد من البداية على أساس ما يوصل لعمر متأخر يكون فيه تصبغات في الجلد بعدين يحاول أن يشيله ونفس الوقت اللي هي علايم الكبر اللي هو آثار الموضوع التجاعد على الجبهة أو على أطراف العيون يفضل عن بعض الناس اللي العلايم تكون كبيرة أو يشوف عند الكبار في السن عندهم في العائلة أنه واضحة فيفضل من البداية يستخدم خلنا نقول البوتوكس على أساس أنه يخفف يخفف أو يأخر العلامة هذه والبوتوكس إذا استخدمناها بطريقة سليمة بجرعات أو قطور بسيطة ما تؤدي إلى المضاعفات بالعكس يأخر المشكلة هذه صحيح صحيح دكتور والله الحديث معك لا يمل فيه يعني الوقت قاعد يمضي بسرعة ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة أنا بس بس أذن عيسى بعد دقيقة على أساس دقيقة واحدة يا أخي أحينا هذا الكلام هذا كله ياسمشي على الوقت يعني إن شاء الله إن شاء الله أوكي شل الإعلان يقول خلاص يعني لا أسؤال فيكم ما شل الإعلان ولا شيء دكتور كلمة أخيرة في ثلاثين ثانية عشان عيسى ما يزعل أنا فراي أن المريضة والمريضة قبل ما تجري أي عملية لازم تتأكد هي محتاجة هالشيء أو لا ويحاول أن اضيف التغييرات اللي هي محتاجت لنا بدون ما تغير تغيير جذري للمنطقة كلها لأنه بتي الفترة ممكن الموضة تتغير أو الشخص النصحة يغير راية أو هي في النهاية ما بتقتنع فيه لأن القناعة النفسية مموجودة ومثل ما قلت دكتور أن الإنسان دائما بمعانيه وليس بشكله دكتور مروان الزرعوني رئيس وحدة جراحة التجميل والحروق بمستشفى راشد نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا والمبروك على التحديثات اللي صارت في القسم أيضا وصلنا لختم حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وفي التنسيق كان معنا في صلب الفهارس وفي الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل لازم مسكباليس دمتم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي